السلام عليكم كانت منكم تكونوا قول لكم بيخير وعلى خير اليوم شاء الله غادي نوجد معاكم واحد الغضاء كامل مكمول كويرات ديال السرديل بطريقة زوينة وبوحد المدق رائع غادي يعجبك وخا تكوني ما كتحمليش هاد الكويرات ديال السرديل إلا جربتهم بطريقة ديالي غادي يعجبك إن شاء الله كانت مننا تشجعوني بلايك والاشتراك في القناة عالم سعاد والبرتاج مع المعارف ديالكم وما تنساوش تقطع الجرس باش يبقى دائما يوصلكم الجديد غادي نمشيوا الطريقة والمقادر إن شاء الله عدنا واحد كيلو ديال السرديل اللي كانجيبوه وتقدري ديالي تنس كيلو على حساب الأفراد العائلة كانجيبوه كانغسلوه يلولا ومن بعد كانحيدليه الشوك دياله يعني دك السنسون دياله ومني كانحيدليه السنسون كانعود نحيدلي ديك القشرة دياله وبالنسبة اللي ما تيبغيش يحيدليه القشرة تخليه بالقشرة غاية كين وحد الفرق لحيت القشرة كيطلع الهبراء أو للكفتة حمراء إلا خليسوا ديك القشرة كيطلع شوية الهبراء كتس مني كانتحنوها كتسولي بحلها زرقة شوية هذا هو الفرق وما في المادة قرام زيان الحوت رازوين مني كانتحن هاد الحوت أما في هاد طحانة يدوية أو لفشي طحانة اللي عندكم كندير وحد قريبا شي ثلاثة المعالق ديال القصبر ومعدنسو وكيبغي القصبر ومعدنسو كندير وحد ربعات الفصوص ديال التوم إلا تبعتوا حد التوابيل والمقادر اللي غادي نعطيكم را غادي يعجبكم ما داق عندنا واحد المعالقة ديال كوركم معلقة صغيرة معلقة صغيرة ديال كامو تايما أمراش معلقة صغيرة عندنا جوج معالق ديال فلفلة حمراء أولى بابريكا يعني تحميرا حلوة وعدنا راس المعالقة ديال فلفلة السودانية معلقة صغيرة أنا كنخدم دابا بالمعالق الصغر عندنا نص معلقة ديال فلفل أسود لي بزار عندنا واحد المعالقة صغيرة ديال القصبر يابس مطحون والملحة تحولوا ما تكترواش الملحة حيث السرديل أو للحوس بصفة عامة يكون مالح المهم تديروا الملح على حسابكم كنشد هاد المقونات كلها وكن نخلطها مزيان كنت تتخلط مزيان اليوم هاد الكويراس ما غاديش نديرهم بالخضراء إلا بغيتهم بالخضراء غادي نخلي لكم روابط ديالهم أسفل هاد الفيديو ديرهم بطاجين ديرهم في كوكوت بالخضراء مني كان نطحنو هاد مني كان نخلطو مزيان هاد العناصير في هاد الكفتة ديال السرديل كنغطيهو كنخليوا في هات اللاجة تكتشد راسا كندوزو لهاد الشلدة اللولة كنشدو شوية ديال المو كنسلقو هاد الجازر اولا خيزو حجوش حبات فقط كبار كنضيفو لهم شوية ديال الملحة وكنخليهم يطيبو تقدرو ديروا درس ديال التوما كيف ما تقدروش تديرو انا درت درس ديال التوما كيطيب معاه في الاخر كيما شفتوه عاود قاديتو يعني معستو ورديتو كنضيف شوية ديال الزيت زيتون اولا الزيت العادية اللي عندكم بحل بحل صفي كنضيف واحد راس المعلقة ديال السكين جبير وراس المعلقة ديال القرفة صفي وكنخلط وكنضيف واحد المعلقة اولا نص معلقة ديال الففلة حمراء ومعلقة ديال السكار هاد السكار اختياري كيجي واحد المادة قزوين وكنديروا واحد القطارات ديال الحامض صفي وكنخلط هاد العناصر مزيان نزيد شوية ديال مادنوس صفي وغادي نخلط هاد شليدة ديالنا وغادي نحطها ما نقولش لكم واحد المادة ولي ما تياكوش سكار تقدرو تديرو عادي ما تديروش القرفة وما تديروش سكينجبير تديرو الكامون وشوية ديال الهريسة وشوية ديال الحامض فقط غادي ندوزو باش غادي نطيبو الكبار يديل السرديل كنديرو ثلاثة الماطيشة كبار محكوكين في الحكاكة الغليطة ومعاهم واحد نص بصلة محكوكا زيان ما تبانش نهائيا وكندير نص كاس ديال زيت زيتون وتقدرو اللي ما عندوش يدير زيت المائيضة وكنديرو حجج سوس ديال التومة بهروسي وكنووضع هاد طنجرة فوق النار كنحاولو نخلطو باش يتجنسو العناصر كاملين البصلات تومة الماطيشة زيت زيتو صافي دابا غادي نضيف توابل عندي معلقة صغيرة تلجوش ديال الفلفلة حمرة معلقة صغيرة ديال خرقوم البلدي دايمن فلفلة حمرة كنكتروها في الحوت وعندي واحد المعيلقة صغيرة مع عمراش ديال سكينجبير ورسل معلقة ديال فلفلة سودانية ما تكتروش قول لي ما تيبغيش يديرها بلا ما تديروها المهم راس المعلقة ما تشوتوش راس المعلقة ديال فلفل اسود اللي بزار صافي وعدنا وحد معلقة صغيرة مع عمراش ديال كامون الملحة نديرو القليل حد ديرين غالة سوس ديال الماطيشة يعني نديرو القليل فقط حت ما ديرينش الخضراء هو لك ترسيل في الملحة كيجيم كيجيز زوين حت هو اصلا السرديل مالح صافي كنضيف وحد الكاس صغير ديال الماء كاس تلعنبا وكنخلي هاد الماطيشة كات جانس وتخلط مزيان صافي وكنجبد هادوك السرديل اولا الكفتة ديال السرديل كندير كويرات وكنوضع عمفات نجرة وكنخليهم دغاية كايت طيبرا ما كيحتاش وهات الشي اللي شاطلية اراني كنديرو في البلاستيكا وكنلوحو في المجمد ما كيتراليت تشي حاجة نهارتا نبغي في وصل اسبوع اولا في نهاية اسبوع كادي نجبدو وغادي نخدم به كندير واحد شوية ديال الحامض مصير وكنخلي داروري ما تخليو شوية المعرق باش دراري ركايب غيب باش يغمسوا كي ما شفتو ما نوكهواش بزاف والسرديل عندو خمستاشر دقيقة صافي هو موجود عندي شوية ديال الباربة اللي سلقتها واحد جوج حبت ديال الباربة ضفط ليهم شوية ديال البصلة شوية ديال مأدنوس وحد القاطرات ديال العصير الحامض وتقدرو تديرو بلاستو الخل اللي ما عنداش الحامض ديال الخل صافي شوية ديال الملحة وشوية ديال الفلفل الارغاص شوية شوية فقط ديال هذا الفلفل السوداني لا عفوا ديال البزار الفلفل الاسود وكنديرو حد المعرقة صغيرة ديال الساني ده ما نوش لكم تهيه كتعضي واحد المضغ رائع رائع ولي ما كي ياكلش ساني ده تقدرو ما تديروهاش وكندير زيت زيتون اللي ما عندوش زيت زيتون تقدرو تديرو زيت العادية ولكن را تدجي رائع زبين زبين بزر هادشيكم غريبة زيت زيتون ولكن منقوش لكم هادي هادي الشلادة الثانية هادي الثالثة العادية شوية نص خيارة مقطعة واحد جوج حبة ديال طماطين وشوية ديال البصلة كنضيفو ليهم شوية ديال البزار شوية ديال كامون شوية ديال زيت زيتون وشوية ديال خل صافيو كنخلطوها تايا وهاد شلايد كلهم كنغطيهم وكنديرهم في فتلاجة باش يفردو صافيو كنخلطها وكن كنغطي ليها وكنديرها فتلاجة هاد القصيرة اللي اعطيتكم ديال شلايد تقدرو تديرو شلادة واحدة فقط تقدرو تديرو جوج على حسب امكانية تديرو لكم عدنا البطاطا البطاطات قريبا واحد جوج بطاطات كبار اللي سلقتهم في الماء مالح كنزيد شوية ديال المعدنوس شوية ديال الخلس شوية ديال البزار شوية ديال كامون وكنخلط هاد شلادة رابعة وزيت الزيتون الكامون كيما قلت لكم صافيو كنخلطها سهية وكنغطي عليها بتاكن بدان وجد الغداء ديال هادو مش ليدات ديال لي لي وجدت لكم اليوم كيما قلت لكم تقدرو ماشي بشرط تديرو هم ربعة خطرات تقدرو تديرو وحدة تقدرو تدير وجوج المهم عطيتكم واحد الاختيارات ونتوما لكم كل حرية اللي بغيتو غادي تديروه وهادو هما الكويرات اللي كيجيو منقوش لكم اكسر اكسر من رائع كيجيو لداد وبنان ومنقوش لكم صافيو كناخد شوية وكناخد شوية ديال اللاصوس كندير الحامض في الوسط كنمسحو ضروري ما نمسحو جنيبات ديال التبصير وهذا هو الغدادية اللي يملكي جزوين بزاف واقتصادية ومتناول والقيمة دياله عالية عالية بزاف استودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة